اتهمت صحيفة الرياضي السعودية الأمم المتحدة بالحيلولة دون هزيمة ميليشي الحوثي ولأكثر من مرة تحت مبررات حقوق الإنسان صحيفة الرياضي قالت في عددها الصادر يوم أمس تحت عنوان تخاذل دولي قالت بأن الأمم المتحدة لعبت الدور الأكبر في عدم هزيمة الحوثي ووضحت صحيفة الرياض أنه حين كانت قوات الشرعية على أبواب صنعاء تعالت الصراخات الأمنية والأممية تحت شعار حقوق الإنسان ومنحت الحوثي الفرصة لالتقاط أنفاسه وتنظيم صفوفه وجلب المزيد من الخبراء والسلاح والذخيرة من داعميه وأكدت صحيفة الرياض أن الرؤية الأممية والدولية الناقصة أعطت ميليشيا الكهنوت الحوثية وداعميها مساحة رمادية واسعة للحركة وإطالة الأزمة اليمنية وأشارت صحيفة الرياضي إلى أن هذا السبب زاد من إسرائيل الحكومة اليمنية ومن خلفها التحالف العربي على العمل معا لإنهاء الإرهاب الحوثية